الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة أبناء طلاب الصف الثاني الإعدادي من طلاب الأظهر حفظكم الله عز وجل ورعاكم وكل عامل وأنتم بخير وسدد الله على الحق خطاكم وحفظ الله الأظهر وشيوخه الأفاضل وشيخه الكريم اللهم أمين يا رب العالمين أيها الأبناء الكرام أود أن أشير إلى حضراتكم في مقدمة بسيطة مقدمة بسيطة كده عن درس من دروس الفقر إن شاء الله عز وجل سيكون هو أول درس هذا العام حضرتك كنت طبعا في قول إعدادي وداخل على الصف الثاني فمحتاج تعرف يعني إيه البيع ويعني إيه تعريفه ويعني إيه حكمه من الكتاب والسنة وإيه دليله وإيه أركانه فباستفادة بسيطة كده هدل حضرتك زي ما بقوله كده إيه جرعة بسيطة كده علاج بسيط كده أول حاجة بقول لحضرتك بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم البيع لغة مقابلة شيء بشيء راح أشتري حاجة من المحل أو من الدكان سواء كان طعام أو شراب أو حتى دواء من الصيدلين بدل صاحب الصيدلية أو له صاحب المحل الفلوس هو بديني الشيء اللي أنا عايزه شيء مقابل شيء يجي لحضرتك في الامتحان يقولك عرف البيع أقول له البيع لغة مقابلة شيء بشيء أخ يعني حاجة أبل حاجة فيمتنين حاجة أبل حاجة بكرر تاني البيع لغة مقابلة شيء بشيء أخ طيب من الناحية الشرعية شرعا تمليك عين مالية أو منفعة مالية الألم ده ملكة ولا مش ملكة الوقت ملكة طيب جاي واحد بيشتري منه على التأبيد بثمن مالي يبقى لابد من القيمة اللي هي المال لأن المال هو شريان الحياة كما أن الدم شريان الجسد ربنا قالوا هتحبون المال إيه ها حبا جم وقال في صورة الكاف المال والبنون زينة الحياة الدنيا انضافة بسيطة بملكك حاجة مقابل حاجة تمليك عين سواء كان بيت أو عقار أو محل أو ثوب أو غير ذلك أو سيارة إلى آخرين عين مالية أو منفعة مالية حاجة أنتفع به على التأبيد أو على الواقع أو على الفور بثمن مالي واحد يقولي تبفرد البعدة مؤجل أو بالتأسيط ما تسبقش الأحداث صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اقول معاه شواء كده وابدأ ايفه عرفت البع لغة مقابلة شيء بشيء آخر شرعا أجب تمليك عين مالية أو منفعة مالية على التأبيد بثمن مالي طيب يوم ايه اللي سؤال يا مولانا حكم البيع ايه اقول له حكم البيع جائز بالكتاب والسن طيب ما اجب لي دليل كده بالنسبة للقرآن الكريم ده من الكتاب اعرف يعني ايه من الكتاب يعني من القرآن الكريم قال الله تعالى واحل الله اهو جائز واحل الله البيع اتنين وحرم الربا طيب تابوا من السنة يا مولانا سئل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في حديث بسيط كده قال انما البيع عن طراد يعني ما ينفعش اشتري منك حاجة غصبا عنه لان من شروط البيع هاخد بعد كده او من اركانه الاجاب والقبول لابد يكون فيه اجاب وقبول بين الطرفين سئل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ايه الكسب افضل ايه افضل الكسب يا رسول الله قال من اللي قال النبي عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور يعني ايه بيع مبرور انا عايز افهم يا استاذ يعني ايه بيع مبرور لا غشة فيه ولا خيانة لان الغش مرفوض في الاسلام مطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها من غشنا اعرف فليس منا طيب اا استاذ انا كده عرفت الدليل من الكتاب وعرفت الدليل من السنة وعرفت قبلها لغة وعرفت قبلها شرعا عايز اعرف ايه الحكمة من مشروعية البيع لا انا ببيع واشتري اللي لما قال لك ايه جرت حاجة الناس الى الشراء والبيع فعلى هذا الاساس تقوم الحياة محتاج زيت محتاج سكر محتاج شاي محتاج ارز محتاج ملابس محتاج دواء يبقى انا محتاج بيع ومحتاج شراء سواء كنت انا بشتري او ببيع وهذا جائز شرعا ويعني اما يكون البيع ده حلال بتاكل من حلال ده من افضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى طيب انزل تحت كده في نفس الصفح يقول لي ما هي اركان البيع كل بيت بيبقى له اركان ركن يمين ركن شمال فوق تحت كده ايه الاركان اول حاجة بقول العاقدان ركز سبقت الاحداث شوية نعم وهما البائح وال مشتري لابد من بائع ولابد من مشتري طيب اتنين الصيغة يعني ايه الصيغة يا استاذ بمعنى الايجاب وال قبول ها يا استاذ انا بشتري بيت نعم ما اخدوش من صاحبه غصب عنه ادوكم قصة بسيطة كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما رح يشتري حتة ارض كانت لغلامين ياتمين في المدينة عشان يبنى عليها مسجد اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خد الارض كده ولا اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراها وكانت مربض للطمر ده قصة لازم تعرف يبقى لابد من المعرفة ثم اتمام المعلوم نقطة تانية مش عايز اطول عليك عشان الدرس لسه فيه مشوار طويل من انواع البيع دي بيع عين مشاهدة قدامك اي شايفة معروفة اتنين بيع عين غائبة لم ترى للبائع ولا للمشتري وطبعا دي فا اه احكام بيع عين موصوفة في الزمة بيعتو كثوب ابيض جلبية هي قدره كذا ووصفه كذا ولونه كذا بسمن كذا موافق ايه وموافق خلاص فاذا وافق الطرفان قبل البيع بالاجاب والقبول وهذا جزء بسيط عشان ما طولش على حضراتكم وعشان برضو نرجع ان شاء الله في الحصة القادمة نسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والنجاح وان يرفع الله اقدركم وخدوها نصيحة ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل عايز تبقى طبيب تبقى مهندس توصل تبقى داعي تبقى خطيب تبقى اواز ما تضيعش تعبك من اول يوم وراجع واذا كان الاجتهاد والجد قارنك فابشر بالنجاح والفلاح واهم حاجة ما تضيعش فرض ربنا لان الله عز وجل قال هل جزاء والاحسان الا الاحسان كان معكم الاستاذ محمد البدالي معلم خبير بالمواد الشرعية بالازهر الشريف وخطيبا بالاوقاف جزاكم الله خيرا وانا يعني في استقبال حضراتكم وعلى استعداد تام في حب الله ورسولي صلى الله عليه وسلم اولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته